بتعملي ايه زقر دا ما تساعديني؟ عايزاني ساعدك في ايه؟ ممكن تساعديني اعمل الجدول دا ويطلع شكله حلو عشان ندخل بيه مسبقة كوب كيك؟ موافقة بس قولي لي الاول هتديني ايه لو ساعدتك؟ هو انا لازم اتديلك حاجة عشان تساعديني؟ ايوه امال يعني هساعدك ليه؟ انت عارفة ان انا كل مرة بساعد ماما بتديني حاجة حلوة بعدها؟ يعني ماما لو مش هتديلك حاجة حلوة مش هتساعديها؟ اذيها؟ نعم مش عارفة على حسب الحاجة اللي هستطلبها مني يعني ايه يا زقريدة؟ يعني على حسب الحاجة لو حاجة أنا بحبها ممكن اعملها وما اخدش حاجة х Luar لكن لو حاجة مش بحبها لا مش هعملها بس عارفة يا زقريدة إن ده عكس الجدول اللي أنا بعمله دلوقتي فعلا؟ هو ده جدول ايه؟ ده جدول اللي أنا بعمله لنفسي عشان اكتب فيه الحاجات اللي المفروضة عاملها وكفق نفسي عليها أنت اللي بتكفق نفسك؟ أيوة يا زقريدة عشان أعود نفسي أعمل الحاجات اللي المفروضة أعملها حتى لو أنا مش بحبها قوي يعني عارفة ليه؟ ليه؟ عشان هي صح وأنا لازم أتعود أعملها من غير محد يكفقني عليها عارفة يا زقريدة قصة الرجل المفلوق وأصحابه؟ أيوة هو مش ده الرجل اللي كانت رجله بتوجعه مش بيمشي عليها خالص وأصحابه عارفوا إن ربي يسوع موجود فأخدوه ليه عشان يشفيه؟ برافو يا زقريدة طب عارفة إيه اللي حصل بعد كده؟ أيوة لما راحوا لقوا البيت اللي ربي يسوع كان فيه زحمة تلعوا فوق السطح ونزلوا صحابهم ده من فوق عشان ربنا يشفيه وفعلاً ربنا شافاه ورجعه وهم كلهم بيتمشوا مع بعض طب تفتكري صحاب الرجل المفلوق ده؟ أخدوا حاجة حلوة على اللي هم عملوا ده؟ لا بس أكيد كانوا مبسوطين عشان صحابهم خافوا بقى مبسوطوا بيعرف يمشي برافو عليك يا زقريدة يلا بقى نعمل الجدول ده عشان ندخل بيه المسابقة؟ يلا بينا بصي بقى هنعمل ايه؟ هنحتاج نجيب ورقة سودة أو ورقة أي لون ونقسمها لتلات حتت هنتني الورقة كده وهنقسمها على عدد الحاجات اللي عايزين نتعود نعملها ونكفق نفسنا عليها هقسمهم لست حاجات وبمقص أو كطر هنقص في الحتة اللي احنا قسمناها دي بس في الحتة دي يا زقريدة الأحسن إن حد كبير يساعدين ممكن نتبع نجوم أو نجيب نجوم ستيكرز أنا طبعة نجوم وقصتها وبنزقها هبتزي أحدد عشان هقولكو جوه هنعمل ايه؟ وروح تجيبت الحاجات اللي يمكن أكون مش بحبها قوي بس عايزة تعود أعمالها زي إني أصحى بدري مثلا زي إني أزاكر أو أقرأ زي إني أعمل رياضة زي إني أتعلم الآلة اللي بحبها زي إني ألم مهدومي وما سبهاش على الأرض وكمان إني أساعد ماما في المطبخ وكل ما بعمل حاجة فيهم بروح رفع الخانة بتاعتها وبشوف النجم الله ممكن تعملوا الخطوة دي لو عايزين أو مش عايزين برحتكم بص يا زقريدة زي كده كل ما بعمل حاجة فيهم بقفل الخانة بتاعتها وبشوف النجمة فبتشجع كده خلصناها؟ أيوة كده خلصناها ودلوقتي مستعدين ندخل بيها مسابقة كوبكيك هتجي معايا طيب هتجي بيلي آيز كريم لو جيت معاكي ثاني يا زقريدة أنا بحصل معاكي يلا بينا يلا بينا